اهلا بحضراتكم في هذه التغطية تزامنا مع الذكرى الاولى للعدوان السهيونية على قطاع غزة والتي توافق السبع من اكتوبر الفين وثلاثة وعشرين قالت حركة حماس انها ستواصل خوض معركة استنزاف طويلة ضد جيش الاحتلال الاسرائيلي موضحة ان حالت المحتجزين الاسرائيليين المتبقيين في غاية الصعوبة ولا نستبعد دخول ملفهم الى نفق مظلم وقا لخبر عاجل بثته قناة الكاهرة الاخبارية وتواصل لقوات الاحتلال شنميات الغارات والقصف المدفعي وتنفيذ جرائم في مختلف ارجاء قطاع غزة وارتكاب مجازر دامية ضد المدنيين وتنفيذ جرائم مروعة في مناطق التوغل وسط وضع انساني كارثي نتيجة الحصار ونزوح اكثر من 90% من السكان ودمرت طائرات الاحتلال الاسرائيلي مربعات سكانية كاملة في قطاع غزة ضمن سياسة التدمير الشاملة التي ينتهجها الاحتلال الاسرائيلي في عدوانه المستمر على قطاع غزة ولا يزال الاف الشهداء والجرحة لم يتم انتشالهم من تحت الانقاد بسبب تواصل القصف وخطورة الاوضاع الميدانية في ضمن حسار خالق للقطاع وقودا مشدد على دخول الوقود والمساعدات الحيوية العاجلة للتخفيف من الاوضاع الانسانية الكارثية وافدت قناة الكاهرة الاخبارية في خبر عاجلها بان جيش الاحتلال الاسرائيلي قال ان البحرية الاسرائيلية ستبدأ قريبا استهداف حزب الله اللبناني من البحر ليخفف بعض الارشادات التمائية للسكان في مناطق من الجليل في شمال اسرائيل وهضبة الجولان يصدر تحبيرا عاجلا لمرتدي شاطئ البحر ومستعملي قوارب الصيد بالابتعاد عن خط نهر الاول جنوبا ونفذ جيش الاحتلال الاسرائيلي غارة الجوية على محيط منطقة الجموس في ضحية بيروت الجنوبية واضهر بثا مباشر من رويترز سحابة كثيفة من الدخان تتصاعد فوق بيروت بعد ان قال سكان انهم سامعوا دوي انفجار قوي وذكرت وسائل اعلام اسرائيلية ان الغارة على ضحية الجنوبية لبيروت استهدفت اجتماعا لقيادات مهمة في حزب الله اللبناني ومن جانبه قال مسؤول اسرائيلي ان اسرائيل دخلت مرحلة جديدة في الحرب مشيرا الى ان تل ابيب تواصل ملاحقة حزب الله اللبناني حسب ما اورد موقع يدعوت احرانه واكدت حركة حماس انها ستواصل قوض معركة استنزاف طويلة مع جيش الاحتلال الاسرائيلي موضحة ان حالة المحتجزين الاسرائيليين المتبقيين في غاية الصعوبة ولا نستبعد يقول ملفهم الى نفق مظلم وفقا لقبر عاجل بستة قناة القاهرة الاخبارية مستمرين في تغطية اخبارية على مدار الساعة من تلفزيون اليوم السابع شكرا جزيلا لحضرات